اشتركوا في القناة الدربيا الأهم والأقوى في الوطن العربي وفي أفريقيا وفي مصر الحقيقة وبالتالي تتكلم عن مباراة صعبة جدا كيف ترى هذه المباراة في ظل الظروف بقى الإصابات والهنا وهنا والأحداث هنا وهنا والتحكيم هنا وهنا كل حاجة أنا بسخن كابت الإسلام عشان عايز أنزلها لعبا أحلى مباريات ممكن تلعبها في حياتك قمة الأهل الزمالك يعني أنا كنت طبعا من من المبخوتين العيبة المبخوتة أو العيبة المحظوظة أن أنا وأنا في المراحل السنية أسلام 13 في النازل الأهلي 14 15 16 17 فريق الأمل كله ده بالعب أهل وزمالك طبعا وبعدين الفريق الأول يعني في المدار حوالي يمكن عشر سنين أو عشر سنة لعبت أكتر من 22 مباراة مع الفريق الأول على الأهل 25 مباراة بالضبط يعني مخسرتش غير مباراة واحدة وعاز أقولها في المراحل السنية نفس الكلام يمكن مخسرتش غير مباراة واحدة وأن مباراة القمة كمان من المباراة الحلوة أنك أنت بتلعب مع خصم منافس تقليدي بالنسبة لك عنده بردك لعبة دولية صحيح عنده جماهير على أعلى مستوى صحيح صاحب بردك بطولات في الدور العام وكأس مصر إحنا كان يوم الجمعة أسلام بيبقى عيد بالنسبان يوم الجمعة كان قبليها الناس بيتروح صلاة الجمعة وبعدين يبدأ يحضروا بقى لمباراة الأهل والزمالك الأستاذ بيبقى مليان من بداية من بعد الصلاة على طول خلاص البنمان بتتقفل وما فيش دخول للجمهرين وبيبقى استعداد جميل الأحمر عالمين الأبيض على الشمال جماهير الفرقتين هتفات من أول ما تخشت الأستاذ تحيلعبتها وتحيلفرقها بشكل كبير جدا ما فيش لبز بيخرج كابتل إسلام صحيح خارج عن النطاق إحنا بالنسبة لنا كلعيبة كمان الروح الرياضية اللي موجودة في اللقاء بين الفرقتين تلاقي بعض الفترات حشيش يمكن بين واحد أهلاو ماسك فيه واحد زمالكاوي طبورين وراء بعض بين حي جمير هنا وحي جمير هنا يعني كان فيه عادته تقاليد كابتل إسلام صحيح بتحسسك بقيمة الفرقتين وبقيمة القمة في هذا اليوم صحيح مع التطوير ومع الأجيال اللي إحنا شفناها شفنا نموذج يمكن للعهد القديم في دولة الأمارات لما استضفت أول قمة للأهل والزمالك شفنا فعلا الأسرة المصرية الرجل زوجته وأولاده داخلين الأهل والزمالك والجمهير وانضباط بشكل كبير جدا داخل المدرجات وده بنعكس على أداء اللعبين يعني اللعبة لما تحس بالانضباط الجماهير وشكل الجماهير المنظم ده بيطلعوا بقى هما من عندهم كل الحاجات الجميلة اللي ممكن تشوفها في مباراة القمة فبكرة أنا شايف إن شاء الله بإذن الله أن نتمنى أن تكون مباراة قمة طليق بالفرقتين هنتكلم فانيا ولكن بشكل عام برضو يا كابتن حشيش الحمد لله أمور الفتنة الحاجات اللي شبه كده يعني الحمد لله بقت قليلة جدا أصبحت معروف لما يجي يتكلم فلان عارفين أنه هو يتكلم في هذا الاتجاه وكذا وكذا ولكن الحمد لله الأمور جيدة في ظل هذه الظروف أعتقد بدأنا نرجع لورا كأخلاق مباراة الأهلي والزمالك قديما لا الدنيا اضغارت دلوقتي الفترة الأخرانية بعد طبعا زيارة مجلس دارة النادي الأهلي للنادي الزمالك نعم طبعا الأمور هذه تخالص طبعا مش هنقدر يعني السوشيال ميديا نتحكم فيها أو زي ما كلنا عارفين كل واحد من حقه يقول لهو عايزو كده حتى على مستوى الفضائيات برضو العملية قلت ولو أنه لسه برضو فيه بعض الناس المعروفة اللي الناس عارفها يعني صحيح لسه برضو فيه حتة التعصب وصارت الفتنة والكلام ده بس الموضوع يعني هدي هدي عن السنين اللي فاتت متشارة أهلي وزمالك بتبقى عيد وإحنا خارجين من العيد صحيح ودي تكملة طبعا للعيد نتمنى طبعا أنه يكون مباراة طبعا وجهة الكرة في مصر أهلي وزمالك تطلع المباراة من ناحية الفنية والنحة الأقلاقية والنحة التنظيمية يعني تبقى طبعا ممتازة زي المباراة زي ما كابتن مهار بيقول اللي كانت السنين اللي فاتت بتلعب بره زي السوبر والكلام ده بتلعب في الأمورات أو السعودية بيبقى فيه تنظيم كويس وبقى فيه التزام من الجمهورين بيبقى مالين طبعا من مدرجات أنا ما بشكش في أنه إحنا بقى بكرة فيه التزام كويس جدا طبعا من كل النواحي سواء من اللاعبين أو من الجمهور أو من كل حاجة زي ما كابتن مهار وكان هو داخل يقول لك إحنا بس مش فاضل غير نحنا تشوف ماتش حلو بزرط بزرط هي طبعا أهم حاجة الناس بتبقى مستنية ماتشات أهل وزمالك عشان تستمتع بكرة يعني الفريتين بيضموا طبعا نخبة اللعيبة في مصر ولعيبة كلها منتخب مصر وكذا فالناس بتبقى طبعا بتستنى عشان تتفرغ على ماتش كويس طبعا كل واحد بيبقى يتمنى طبعا فريته طبعا هي اللي تكسب بس في الأول عايزين مباراة تمتعنا يعني فنيا وانا شايف ان شاء الله بإذن الله ظروف كلها مواتية يعني حنتكلم في الفنيات بعد كده طبعا يعني هي مشكلة بس النادي الأهلي هي الغيابات الكثيرة قوي يعني أول مرة في ماتش أهل وزمالك غيابات كثيرة قوي وغيابات كلها مؤسرة كل لعيبة في النادي الأهلي على استعداد وكذا بس اعتقد ان الغيابات دي ممكن تدي حافز للعيبة التانية اللي موجودة انها تبزل يعني قصارة جهدها انها تقدم يعني مباراة كويسة وان شاء الله يكون النصر حليف النادي الأهلي يعني القمة رقم 127 ما بين الكبيرين الأهلي والزمالك لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر من مسابقة الدولة شايف الماتش إزاي من الناحية الفنية بشكل عام برضه بصك كابتالإسلام من ناحية الفنية كل الفرقتين كل الفرقة عايزة تكسب المماراة طبعا بيفرق معاها تلات نقاط بيفرقوا معاهم بشكل جبير جدا السقة طبعا اللي بتتاخد بعد المكسب من خلال اللي حيقدر يعني ياخد المبادرة ويقدر ينفس كل الحاجات الفنية اللي ممكن يتخيلها من خلال جاز فني من خلال روح الفنيلة من خلال تشجيع الجماهير فطبعا وضع الفرقتين في الجدول لإسلام لأن فيه مباراة مؤجلة هنا وفيه مباراة مؤجلة هنا مش هو ده وضع الفرقتين في جدول المسابقة هو وضع كاذب بالضبط مش حقيقي يعني لكن ده بيبقى على جنب المباراة دي بيبقى ليها بيبقى ليها طبع خاص بيبقى ليها تجهيزات خاصة بيبقى ليها دوافع خاصة كل واحد يهمه أنه يكسب تلت نقاط النادي الزمالك بيديره جهاز فني أجنبي لسه جاي كل اللي عمله شيء في المباراة اللي فاتت شيء ومباراة دي شيء تاني في حالة المكسب بتديره ثقة في الاستمرارية في الدوري في كأس الأفريقية في مشواره اللي هو بيبدأ يخوضه مع النادي الزمالك احنا بالنسبة لنا عندنا ثقة موجودة بشكل كبير جدا مستر كولر بقاله سنة ونص موجود معنا وممكن أكتر عاش الأجواء دي إذا كان داخل مصر أو خارج مصر فعارف قمة الأهل الزمالك إزاي بتلعب وإزاي بيتخطط لها وإزاي بدوافع الفنيلة الحمرة واللعبين إزاي تكسبها عشان تنقلك نقلة كبيرة جدا خاصة أن إحنا كمان عندنا بطولة أفريقية يهمنا إن مكسبنا بكرة يدينا دافع كمان للمباراة مزيمبل القادمة إن شاء الله فمن كل الجوانب الفنية اللي ممكن تتخيلها كبت الإسلام بعد المباراتين طوال دوري اللي فاتوا كل معسكر أحمر وابيت دخل في تركيز المباراة خلاص الناس قفلت بقى موبايلاتها وفي مشاكل داخل في قط اللبس اتحلت في مشاكل في البيت اتحلت في مشاكل مع الجماهير يعني خلاص الدنيا اتلمت بشكل كبير جدا عشان المباراة دي فنتمنى نتمنى إن شاء الله التركيز للعيبة أو للفرقتين ينعكس على أداءهم في مباراة القمة خصوصا كابتل الإسلام لما تقعد تبص كده تلاقي أرضية ملحب الاستاذ أرضية عالمية المدرجات الدمهير كل ده أنا في رأيي يساعد اللعيبة إن هي بكرة خرج لنا مباراة طليق بكمة الأهل وزبالك لأن القمة القبل كده في إحنا كسبناها في السعودية آه لكن ما كانش الأداء الفني من المنتظر من فرقتين خصوصا من الجماهير اللي جات حشيش وزحفت وكننا نتمنى عايزين نسيب بصمة وإحنا ماشيين لقرة المصرية داخل المملكة العربية السعودية لكن طبعا بفوز النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن المباراة القادمة يكون لنا برضك الحظ إن إحنا نجنس الثلاث نقاط وسمر هذه القمة كابتن حشيش طبعا يعني اللعيبة قبل المباراة أهلي وزمالك الأسبوع لقبل المباراة بيبقى فيه تركيز كبير جدا عن أي مباراة سواء بصراحة أفريقيا أو ماتش المحل يعني بيبقى فيه تركيز كبير جدا من اللعيبة صحيح إحنا كان على أيامنا أسلام أسبوع إحنا كنا بنلعب طبعا جمعة جمعة ما فيش بقى الحاجات اللي في النص دي الأسبوع اللي قبل مباراة الزمالك كان جمهور بيحضر التدريبات بتاعتنا سواء صبح أو بعد الظهر في استادي تيتش بيقى مليان استادي تيتش وده كان بيدينا حافز وكان بيدينا اهتمام غير عادي وبعدين ما ننساش إن مباراة الأهل وزمالك بتبقى مولد نجوم يعني الناس ما بتفتكرش مباراة في الدوري بعد مرور سنين زي مباراة أهل وزمالك والحياة اللي بيجيد فيها بيبقى يعني خلاص حط رجله على باب النجومية زي ما احنا بنقول صحيح وفشايف إن المباراة دي بتاعت بكرة مباراة مهمة جدا جدا عشان كمان ترتيب الناديين في مسابقة الجدول خصوان الزمالك إن طبعا هتتخذ إفريقيا أو الناس اللي هتتأهل لإفريقيا سواء أبطال دوري أو كونفدرالية من الأربعة الأوائل فالزمالك برغم إنه هو لسه لها مباريات كتيرة إنما برضو يعني المكسب يهمه في إنه هو يعني ياخد مركز من المركز الأربعة الأولى النادي الأهلي طبعا عنده مباراة مؤجلة أكتر وعنده فرق نقاط كبير أو في الموضوع بنسبة له يعني أسهل شوية من نادي الزمالك هي المباراة في حد ذاتها صعبة والمباراة دي على قد إن هي يعني آه بتاعت اللعيبة وتوفيق اللعيبة في الملعب إنما كمان بتاعت مدربين لأن ممكن تكون فرقة مثلا بتلعب لعب عشوائي جاية يعني تطلع بقل هزيمة من نادي الأهلي أو تاخد بونط من نادي الأهلي إنما أهلي وزمالك اللي اتنين بلعبوا على المكسب فمن هنا بتبقى في صعوبة لأنه لازم بقى في توازن في الدفاع والهجوم بالنسبة للفرقتين والمباراة دي مهمة جدا جدا المدير الفني بيبقى لازم حطت لازم يحط إيده على نقاط القوة والضعف فيه بس هي هتبقى فيه واجبات إضافية بالنسبة للعيبة يعني التكتيج بيبقى واحد أو الطريقة بتبقى واحدة إنما أداء اللعيبة في الملعب بيبقى كل واحد بيبقى له واجبات معينة على حسب القوة والضعف فيه المنافس سواء في النحية الدفاعية أو في النحية الهجومية إحنا طبعا يعني أتمنى طبعا مستر كولر يحط التشكيل المناسب في ظل الغيابات اللي موجودة هنتكلم عن كل الغيابات المدير الفني لنادي الزمالك قدم مباراة بناء على اللي أنا سمعته يعني من كل جمهور نادي الزمالك ومحبي إنه مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة اللي كانت في السعودية هم مبسوطين من الأداء اللي عملوا ومن تغييراته وهكذا من بعد هذه المباراة الغيابات دلوقتي هو ماشي بشكل ثابت على الأقل مش هنقول ولا قليل ولا حاجة ولكن ماشي بشكل ثابت على الجانب الآخر النادي الأهلي مستر كولر حضرتك قلت أنه الأكثر خبرة والأكثر لعبا في المباراة هنا في مصر وكذا وكذا ولكن الفترة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي بسبب أمور كثيرة جدا ليست هيا الأفضل من وجهة نظرك كيف يمكن إدارة هذه المباراة في ظل هذه الحالة وفي وسط الغيابات اللي احنا نتكلم عنها نادي الأهلي في ظل هذه الحالة ووسط أعتقد اكتمال صفوف في نادي الزمالك بص إسلام المباراة دي ما تقدرش تحدد مين أحسن حشيش مين أفضل مين يكسب مين ميكسب مين يتفوق مين يهل يد العليا المباراة الأهلي والزمالك عمتا ما بتبانش إلا بعد الربع ساعة الأولى يعني بعد ما بينزل حكم ويصفر أو الربع ساعة أنت كمان بتحس مين من فرقتين عايز عايز المكسب مين من فرقتين عايز يحط إيده على المباراة إحنا بالنسبة لنا مستر كولار زي ما حشيش قال عندنا عندنا إسلام غيابات حوالي السبعة تامة لعبة من اللعبة الأساسيين انت عارف من مباراة الأهلي والزمالك دي يا إسلام بتعتمد بشكل كبير جدا على اللعبة اللعبة اللي عندها دراية واللعبة اللي عندها خبرات أه وأخبالك صحيح أه اللي هم يعني عاشوا الأجواء دي وليعوا مبادرة مباراة وثلاثة أربعة يمكن هنا وهنا كمان بالضبط فمعظم لعبة النادي الأهلي اللي هم الأساسيين والكبار اللي بيفرقوا معانا اللي بيصنعوننا الفارق ياما بين إجهاد ياما بين إصابة يعني إحنا كنا بنتكلم قبل الماتش اللي فات حوالي سبع لعيبة يعني محمد الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم إمام عشور مروان شحات تاو الشحات فرقة كم يعني عارفة إسلام لما تقعد كده تقول فعلا سبع تامن لعيبة وقال يوديانج يعني يعني اللعبة اللي برة كمان سبحان الله فرقة صحيح لكن برضك النادي الأهلي النادي الأهلي ده عظيمة إسلام يعني كلمة من من حضر الأهلي من من حضر دي جملة يعني سبحان الله كل ما بنزنق ونقول الجملة دي نلاقي رجالة النادي الأهلي فعلا عند المسؤولين موجودين ومتربطين وإصرارهم وعزمتهم متحسش كده ان فيه فرق بين لعيب أساسي ولعيب احتياطي في النادي الأهلي كل اللي بينزل وكل اللي بيشارك في قط اللبس بتحس ان هو فعلا شخصية شخصية لها دورها طبعا ده وافع المبرأة ده وافع الفنر الحامرة كمان عايز يسطر تاريخ بالنسبة له يعني المبرأة الكمة دي تاريخ لكل الفرقتين كل ما بتلعبها بتحسيب لك وكل ما بتكسب بتحسيب لك أكتر فاحنا يعني مستر كولر هو هو يعني صاحب الطبخة دي هو عنده استراتيجية بنيها من أول مجه وبيتعامل من خلالها ومن خلال كل مبرأة لها تشكيل معين بيناسب هذه المبرأة وبعض التغييرات اللي بتحصل بعض الأوقات بيحصل تدوير في بعض الأماكن وبعض الأوقات بيحصل تزبيت هو لأ أن التزبيت أفضل من التدوير لأن التزبيت هو اللي بتدي لك أو بعض الأوقات هو اللي بتدي لك الشكل والأداء وبتدي لك النتيجة طيب برضو يا كابتل حشيش وإحنا بنتكلم عن هذه المباراة أنت لو ما كان كولر حتفكر في مطش النهاردة ولا في مطش مازمبي ما هو أنت اللي اتنين مباراتين صعبين جدا جدا مبارات الزمالك دائما ما تكون بطولة خاصة وحضراتك كنتوا يعني لعبتوا مبارات كثيرة جدا في ما بين الأهل والزمالك ولكن على الجانب الآخر برضو أنت راح تلعب قبل نهاية كاس دورة أبطال أفريقيا لا أنا لو منه طبعا هفكر في المطش بتاع بكرة ده أن المطش بتاع بكرة ده اللي هيأهلني للمبارات بتاع مازمبي وخصوصا أن أنا عندي غيابات كتيرة محدش عارف هترجع قبل مازمبي ولا لا فالمجموعة اللي ان شاء الله هتلعب بكرة احتمالات كبيرة جدا يبقى فيها مثلا 90% مثلا أو 5% 80% هم اللي هيقدوا مبارات مازمبي زي ما بنقول مكسبك قبل المبارات الإفريقية وخصوصا في مباراة بطولة في حد ذاتها بيديك دافع للمباراة الإفريقية اللي حدد المكسب بكرة للنادي الأهل إن شاء الله هو إرادة اللعيبة على المكسب الإرادة بتاعتهم أنهم يكسبوا ويقدوا مباراة كويسة وأنهم زي ما بقولك عملية النقص أو الغيابات في التشكيلة دي تديهم حافز أنهم يعني يكسبوا المباراة ونحن ما ننساش طبعا المباراة التاريخية اللي النادي الأهل لاب بيها بالأجبال قدام ناد زمالك فول تيم وكان يعني كل الناس متخيلا أن النادي الأهل هيخسر تلاتة واربعة من نجوم الزمالك إنما بإرادة اللعيبة الصغيرة اللي هي كتعديمة الخبرة قدروا ببذل الجهد والإرادة أنهم يكسبوا فهو إرادة المكسب بكرة والتوفيق وحالة اللعيبة في الملعب هي اللي مهمة بكرة جدا جدا وهي اللي هتحدد والمباراة دي في بدايتها بيبقى تلاتة أربع النجاح فيها هو الاستحواز الاستحواز على الكرة وتمرير الكرة كتير حتى وإن كان مثلا ما فيش خطورة على مرمى الخصم بس الاستحواز في عدد ذاته بيدي اللعيبة بحس أنهم ركبين الماتش بحس أنك هتوصل بأي طريقة استحوازك على الكرة التانية بيديك دافع وبيحمسك زيادة وبيهمد الفرين اللي قدامك فأتمنى أن اللعيبة تلعب بثقة وثقة بالمكسب مع الإرادة القوية من خلال العوامل دي تقدر أن انت ان شاء الله بإذن الله تحقق المكسب وطول ما انت واقف على رجلك في الملعب ومستحوز على الكرة والنتيجة لسه صفر صفر في أي وقت ممكن تحرز أهداف يعني طيب كابتن مهر لجنة الحكام أو اتحاد الكرة أعلنه كابتن إبراهيم نور الدين اللي أعلن بدوره أنه قد تكون هذه نهاية آخر مباراة ليه أو قد يكون هذا الموسم هو موسم اعتزاله كرة القدم أو التحكيم في كرة القدم رأيي حضرتك والله يا كابتن إسلام احنا أشدنا بحكامنا في كاس الأهم الفريقية المصريين اللي كانوا موجودين يمكن في أكثر من حوار ومعاك أنت بالذات يعني ودينا لهم حقوم بشكل كبير جدا وعاوز أقولك أن كمان مدى الشربيني عملوا تكريم جميل جدا لمنطقة الكرة اللي كانوا موجودين في كاس الأهم الفريقية فأنا أتمنى أتمنى أن بكرة الحكم يبقى هو رجل المباراة يعني إحنا بعد المباراة كده لما تتم خلال التسعين دي أداء الفريتين مرة كده عايزين نفسنا نقول أن رجل المباراة النهاردة الحكم الدولي الكابتن إبراهيم نور الدين نتمنى نتمنى هذا فأتمنى طبعا أنه هو بكرة وكمان بالنسبة للفريقين بزبط للفريقين مش لفرقة واحدة وأتمنى بكرة أنه يكون في جهازيته من ناحية البدنية من ناحية الفنية من ناحية الخططية من ناحية التكتيكية من ناحية قراراته أربو لقورة التعامل بينه وبين الفار يكون على أسرع وقته ويبقى فيه نوع من اليقظة فأتمنى أنه هو يسيب بصمة بكرة في كمة أهلي والزمالك نطلع نقول له برافو يا كابتن ومتشكرين على كابتن عنده حاجات كتيرة نقدر نتكلم فيها يعني متشكرنا على اللي فات جيدة ومش جيدة اللي فات ونتمنى لك طبعا حياة سعيدة إن شاء الله ويعني يبقى النهاية حتى كمان يا كابتن إسلام كل الناس تبقى بتشيد به يعني كل الناس تبقى فاكراها يعني لما يبقى بعد كده بعد مرور مثلا وقت نقدر نقول أن الرجل ده كان من أفضل الحكام اللي أدار تمت الأهل والزمالي أنا لا رأي في الموضوع ماشي كابتن ولكن برضو عادي أسأل حضرتك أنا كرجل رئيس لجنة حكام أو رئيس تحت كور أو عضو تحت كور لماذا دائما أنظر إلى المشاكل ورحلها هو كان من الأفضل كان من الأفضل حتى لو كان كابتن إبراهيم من أي حاجة ولكن كان من الأفضل أن يكون هناك طالما حضراتك أعلنته تحت كورة القدم ولجنة الحكام أعلنوا أن حكم المباراة القمة هو حكم مصري كان من الممكن أن يتم الاختيار بلاش ألعب كابتن أحمد الغندور ماتش الزمالك والاتحاد ألعبه ماتش أهلي وزمالك مثلا بلاش ألعب كابتن أمين عمر ماتش الأهلي واللي كان قبل التوقف الأهلي وزيد ألعب أي كابتن تاني وعي بكابتن أمين مثلا يعني ده اللي بيخلي الناس تتشكك فيما يحدث لأنه كده من الواضح أن هناك يعني أنا الكرة ماشية كده أو الدنيا ماشية كده أنا بخدها وديها الناحية دي الناحية دي فقط مع أن أنا كان ممكن يبقى عندي ثلاثة أربع اختيارات أخرى ولكن أنا بخدها لهذا الاختيار فقط بص يا كابتن إسلام هي المساء المغتدرش بالعواطف صحيح يعني يعني أنت اعمل لتصح لأن أنا عايز أول حاجة يعني اختيار كابتن إبراهيم وهو على فكرة من الحكام الممتزين ومن الناس من الحكام الكويسة أو في تاريخ مصر إنما المطش ده وكون أنه هو أعلن كمان أن ده هيبقى آخر مطش بالنسبة له أو اعتزاله دي هتحمله عبق كبير جدا جدا لأن لقدر الله لو حصل حاجة في المطش بالنسبة لهنا أو هنا غريب جدا هتسيب ذكرى مش كويسة ممكن تغطي على تاريخ قبل كده لأن دايما الناس بتحكم بالخواتيم زي ما بيقولوا يعني أنت بتضع على حكم المباراة استرس جامد جدا حمل كبير جدا جدا عليه في داخل وقت أنت بتقول للجمهور الأهل والجمهور الزمالك إن الحكم ده لو أخطأ أنا مش عارف عمله حاجة بالزبط كده بالزبط أنت يا جماعة هو ده كلام أنه خلاص بقى رجل ما تازل أنت في المقام الأول أنت كده حملته وحطيت عليه ضغط جامد جدا لأنه هو نازل آخر مباراة لي يعني عايز يعمل أحسن مباراة في عمره فده في حد ذاته ما حدش ينزل يقول أنا هعمل مباراة كويسة بيبقى عليه ضغطات كبيرة جدا جدا وبحطها في قراراته ما بيجيش تلقائية لأنه بيحسبها أكتر من مرة فكان من الممكن أنك تجيب مثلا حكم تاني الحكم التاني ده لسه موجود معاك سنين جاية ياخد خبرة أهلي وزمالك وكسبت حكم موجود يكمل معاك الفترة اللي جاية بدون أعباء وبدون ما تخلي حد من المعسكرين يقول اشمعنا كذا لأ كذا لأ كذا لأ كذا أنا شايف رأيه كده أنا شايف أن المباراة بالنسباله حط عليه عبء كبير جدا جدا بكرة جدا وللأسف الشديد أن أي خطأ طبعا الأخطاء غير مقصودة أنا متأكد يعني دي ما فاش كلام ولكن أنا بتكلم حتى أي خطأ مزاب وارد انت ليه كل الناس بيها هتوقع تفتكر الله طب هم ليه حطوا أحمد الغندور في المطش اللي قبله طب ما سابهوش ليه طب فلان الفلاني اللي حكم الأهلي وزد ما سبتوش ليه حسيبه الناس لدمغها فأنت كده بتودي الأمر لكابتر إبراهيم نردين فقط بس بس هو اللي هشيل الليلة دي كلها يعني هو اللي هشيل الليلة دي كلها فببتالي أنا كنت أتمنى الحقيقة أن يكون هناك قرار أحسن من كده يعني قرار يخلي المباراة تسير في اتجاه الطبيعي اللي يكسب يكسب واللي يخسر هنقوله هرد لكو كل حاجة ولكن تسير بانتجاه الطبيعي بدون أي بيكون يقول لك كابتن إبراهيم كابتن مش عارف إيه يعني طيب كابتن مار من الناحية الفنية عندما تنظر لهذه المباراة غيابات كثيرة جدا في النادي الأهلي زي ما حاجبتقولها هناك بعض الغيابات أيضا في نادي الزمالي قد تكون غير مؤسرة أو مش زي النادي الأهلي ولكن عنده برضو غيابات المباراة بكرة مين اللي ممكن يكسب فيها أو إزاي قدر أكسب كنادي أهلي في هذه المباراة ما هو زي ما بقولك يا إسلام أنت عشان تكسب المباراة القيمة اللي بالشكل ده أيوة بيبقى عندك أهم لك وسط الضغوط ووسط التعامل ماتش أهلي وجبالك مختلف طبعا وكمان بيبقى فيه استراتيجية للمستر كولر هو واضحة أو خريطة هو واضحة عنده بالنسبة لعدد اللاعبين اللي هما موجودين على قوامه التلاتين لعيب وإزاي هو بيدورهم وإزاي هو وده لعبت دي وده لعبت دي بالزبط فبكرة برضك زي ما حشي قال هو عنده برضك النحي التاني عنده لعبة مميزة لعبة محتاجة رقابة محتاجة لعبة تركب عليها بلغة القورة عنده مستر كولر عنده عنصرين مهمين أو في نصف ملعب مقصرين معانا في أداءنا في المبارتين السابقتين يعني مثلا مروان وإصابة مروان كستة بدك مقصرها معانا في جانب الدفعية خصوصاً الديانجي مش موجود وعندنا أمام عشور اللي هو بنعتمد بنعتمد عليه اللي كانوا يعني سابق الديانجي أو إمام أو مروان اللي إحنا كنا يعني إحنا حسدناهم يعني إحنا كنا في كلامنا بنقول من أفضل خطوط اللي موجودة في العالم العرب والعالم الأفريقي نص ملعبنا فالنهاردة سبحان الله يمكن قوام نص ملعبنا مش موجود بشكل كبير ويمكن حشيش يعني أثار حاجة كانت واضحة في المبارتين اللي فاتوا حتى وإحنا في الستودية التحليلي إن الميزباص كان كتير قوي أسلام يعني إحنا بناخده بعدين بندي الخصم طب كابتن هالده ممكن يكون يا كابتن حشيش معلش يا كابتن ماهر لكن ممكن يكون إن لأنه زيادة التوتر أنت كل ما بتقرب من مباراة أهلي وزمالك كل ما بتقرب من مباراة قبل نهاية دورة أبطال أفريقيا وبالتالي يعني أنت النهاردة ونت عبت أتفرج على الليفر بول في اللعبة يعني اللعب يبقى قدامه كده بيجي بصيره وبيدهله جمدة جدا بيتبقى بعيدة عنه ده توتر والضياء على هداف كمان يا كابتن سلاف النهاردة انت كان عيب كرة بتبقى عارف إن الكلام ده يعني يا جماعة لو مسكت لو كانوا ليفر بول النهاردة مسكوا أعصابهم شوية شوية كانوا يدوي مسابه كتير ولكن الكلام اللي كابتن ماهر بيقوله ده كلام مهم جدا الميس بوس إحنا مش متعودين على لعبة النادي الأهلي من الميس بوس يعني أنا هنا عندنا 77% نسبة نجاح النادي الأهلي في الخروج بالكرة من تحت طبعا وسط الضغط العالي اللي بيبقى بوجود على النادي الأهلي ده معناها عكس الكلام اللي بيقوله كابتن ماهر ولكن في المباريات الأخيرة لا كان فيه واضحة الكابتن ماهر كان بيقوله صح يا دي كانت محسوسة أول ماتش اللي فات وكلمنا عليها وبعدين اللي خليك مستغرب بقى أكتر من الميس بوس ما أنا ممكن يحصل ميس بوس لما يكون الفرقة التانية بتلعب عليها ضغط فالضغط ده ممكن وارد ان انت بتلحقش تحط رجلك في الكرة صحة بتبقى متصربع شوية نتيجة الضغط اللي عليك انما كانش فيه ضغط من الفرقة التانية ومع ذلك كان بيبقى فيه ميس بوس الميس بوس ده أولا بيفقدك الثقة في نفسك زميلة كمان اللي انت بتديله الكرة بعيدة عنه أو بتديهله غلط بتحمله مجهود كبير جدا جدا ان الكرة لما تروح للخص لازم بتروح عشان تجيب تقطع الكرة تاني وتستحوز على الكرة تاني فأسهل حاجة في الدنيا هو الكرة في الرجل يعني الكرة في الرجل عشان كده أنا في بداية كلامي قلت الاستحواز مهم أول الاستحواز ده مش هيجي اللي لما توقف على الكرة وتبصي صح الميس بص عمره ما هيعمل استحواز أي بناء للهجمات عمره ما هيكون باللعب الطويل أو باللعب اللي سريع لا بناء الهجمات بيجي عن طريق الاستحواز والنادي الاهلي بلعب من تحت بلعب من الاتنين المساكين بنقله كرة على الأطراف لنص الملعب بتبتدي تنقل الهجمة إلا إذا انت قطعت كرة في نص الملعب كرة خطأ من الفريق المنافس فتضطر تعملها بتحول بقى الهجمة للمساحات الفاضية صحيح فعشان كده بقول للعيبة اللي هتبقى موجودة بكرة انت انت مش متصربع يعني انت الهدوء البعد عن التوتر انت مش متصربع كمان عشان نتيجة المباراة انت تلعب اللعب بتاعك ويبقى فيه هدوء في الملعب الهدوء اللي هو بسقة انك توصل بكرة صحة متقطعش منك لأن زي بقولك الكرة المتقطعة منك بتبقى عليك عبء زيادة ان انت تجيب الكرة تاني صحيح بتعمل احباط كبير جدا 80% من عودة الكرة مرة اخرى لنادي الاهلي بتعمل احباط كمان للفرقة التانية انت تخلل انت بتلعب فرقة كل ما تيجي تيجم تقطع منك والفرقة التانية تاخدها وتانيل تاخدها وتانيل انت بيجي لك احباط وفي نفس الوقت انت الفرقة بتاخد السقة وتقدر حتى تدي فرصة عملية بناء الهجمات والاستحواز بيدي فرصة للمهاجمين او اللي عندهم مهام هجومية ان يقدر يروح في مكان صح شوف المكان الفاضي يبقى فيه تناغم شوية يبقى فيه جبهات نفسي حس ان يبقى فيه جبهات بكرة بتلعب كورة ويبقى فيه تنوع زي الفترة الاخرانية فيه تنوع فيه الهجمات سواء من الاطراف او من العمق والتصويب اللي شوفناه في الفترة الاخرانية من النادي الاهلي فيه اكتر من واحد بيجد التصويب لان التصويب ده مفتاح كبير من المتسب بيجيب لك هداف لما يكون فيه تكاتر دفاع او حاجة من هذا القبيل بس حشيش يا اسلام احنا كل كل القمة اللي كسبناها كان حاجتين مهمين جدا احنا بنعملهم وبنعملهم بشكل إيجابي اللي هو الاستحواز للقال عليه حشيش اللي هو بيدي لك ثقة بدي لعب ثقة بس ده عكس المس باس اه عكس المس باس وفي نفس الوقت ان النقلات الكتيرة دي اسلام بتبالك صغرة بتبالك صغرة بتخش من خلالها ودي ميزة لعبت من نادي الاهل اللي انها بتفكر الحاجة التانية كمان اللي بتساعدنا بعد الاستحواز الضغط على الخصم الضغط على الخصم يعني احنا دي قلت يا كابتن برضو شوي احنا كل اه كان الاول من البداية يعني احنا جيلنا مثلا او جيلكم انتو كان اول ربع ساعة تلت ساعة ما عندماش حل غير الضغط انا بتكلم بالوقت يا كابتن بداية الموسم كان الكرة تقطعت عند الباكرايت عند كابتن حشيش بيلعب باكرايت فتقطعت عنده باكرايت نفسه بروح يقطع عايز يقطع كان واضح ان انك ضغط فردي اصرار وتكليف تكليف من المدير الفني ان انت كرة تقطعت المجموعة كلها المجموعة المسكنة هي اللي تروح تضغط عشان تاخده كرة مرة تانية لا شغل برشور شغل جواريديولا وبالتالي ده كان موجود اعتقد ان مع الاجهاد الكبير اللي حصل من عدد المباراة الكثيرة الموضوع ده عالي لانه ده بيعمل عليك مجهود افرلوديد والحاجة التالتة بقى اسلام دوافعك انت واسرارك انت وخصوصا الحاجات اللي فيها ربع ساعة الاولى وتلت ساعة الاولى هتوله عمرنا لما بنجيب جول في ربع ساعة وتلت ساعة الاولى خلاص بتتسايد المباراة بشكل كبير في حاجات مهمة جدا لعبتنا كمان حتة الروح روح الفنينة الحامرة يعني احنا طول عمرنا في قمة الاهل وزا مالك روح الفنينة الحامرة حتى كمان بتتنقلوهم النادي الاهلي عنده روح لعبت النادي الاهلي بتكافح لعبت النادي الاهلي بتتموت نفسها لعبت النادي الاهلي عايزة المباراة لعبت النادي الاهلي بتلعب لديها تسعين فدي كلها حاجات من المقاومات المكسب اللي موجودة في تيم النادي الأهل فنتمنى نتمنى ان الحاجات اللي احنا بنقول عليها لتساعدنا على المكسب ان نكون ان شاء الله بإذن الله موجودة في الجيم بتاع بكرة اللي صالح لعبة النادي الأهل في حد تبرده اسلام بالنسبة لموضوع الضغط ده الضغط ده الضغط ده عشان يتعامل صح لازم فيه أدوار للعيبة أصحاب الخبرات في كل خط يعني لو هنتكلم على خط الدفاع رامي ربيعة عنده خبرات كبيرة لو هنتكلم على نص الملعب لو الناس دي هتلعب بكرة يعني عمر السلية في كهرباء قدام أصلاً ما ينفعش عامل ضغط على الخصم فردي لا طبعاً ما أنا بقول لها حالك كان الأول في أول الموسم أنا بقول إن ده ومعرفش حاجة صححي لو غلط إنه ده كان في الأول الموسم كانت لسه لسه فريشات وكده لكن أنا دلوقتي الإجهاد والسفر والروح والمجاية والكل يومين تلاتة مطشو أعتقد ده بيؤثر أو وضع تأثيره بشكل كبير مع إن الإصابات كتيرة على أقل إسلام بيبقى فيه إيه إنت عارف في الملعب لما بيبقى فيه لعيبة عندها خبرات بتقدر تشوف الكرة اللي هي تستاهل الضغط اللي هي مسلاً على الجناب قلت كده في امتنى يعني اللي هي مسلاً كرة على الجناب وفيه اتنين تلاتة قربين يلا نضغط عشان كده اللي عيبة بقول لك اللي عندها خبرات يعني هندغط هي بتتقري في الملعب وعايزها صح صحة ما تجيش إنت تعمل ضغط مثلاً في نص الملعب وكرة في السنتر يعني تفاهم إزاي لأن السنتر بيبقى للطرف الثاني عنده أكتر من حد يلعب له كرة كابتن مهر عنده اتنين مساكين عنده أطراف إنما الكرة ما بتعدي نص ملعبك وبتحط في جنب من الأجناب في جنب من الأجناب بتبقى سهلاً أن انت تعمل الضغط الجماعي في الحتة دي هي عايزة فوقان وعايزة كلام المباراة اللي زي المباراة القوية أو القمة بتاعت أهل وزمالك محتاجة لكلام في الملعب كتير وأنه بقى فيه أكتر من قائد في الملعب يقدر يحفز اللعيبة ويكلم اللعيبة لو واحد حتى يعني مش يومه أو غلط مثلاً في ميس باس في بداية المباراة إزاي يرجع تاني وينسى دي كلها بتفرق لازم فيه الخبرات دي كلها تقدر تتحرك تقطع الكرة ما بتقطع الكرة الثانية دي مهمة جداً 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 والكرة الثانية هتقطع لازم هتقطع من الضغط لأن الكرة الثانية دي عمرها ما هتيجي كده وانت بتلعب بزون ديفنس ومش ضغط على اللعب وبعدين كمان إسلام قل بالك الحاجات السبتة مهمة جداً لأن احنا بنعاني لأن مباراةين حشيش في كرة السبتة اللي علينا مش ملينا كرة السبتة اللي علينا زي جوليل مثلاً امبي اللي دخلوا فينا فبعد المدارس في كورنن أو الفولات الجنبية يقول لك اللي أربعة يقفوا على خط السيكس يارضا كل واحد بيحمي منطقة والباقي يبقى أمان مع اللي موجود يعني يا زونيا منطقة بالضبط وبعد المدارس بعد المدارس تقول لك إيه لا ما بتتخصص زي ما يقول لك مثلاً إسلام ما حشيش ناهر مع مصطفى كل واحد بالتركيبة بتاعته فزي ما حشيش قال دي مهمة جداً مش دور مصطفى وللينا كمان برضو خليناك الكرة السبتة اللي للينا بالضبط وللينا كمان لأن بعض المباريات إسلام الكرة السبتة بيتوباء مفتاح من ضمن المفاتيح اللي بتفتح التكتلات الدفعية بالذات طبعاً فمهم جداً مفي نقطة كابتن مهار في الحدة دي كمان هي المسألة مش بالكترة العددية إسلام في الخط في الـ في الـ في الـ في الـ لأن ممكن الكترة العددية دي بتعمل نوع من الاتكال شوية بالضبط أنا أنا وإسلام موجدين والكابتن مهار موجود وكده العدد ممكن بس واحد بيغطي هي بس عايزة تنظيم زي انت بتاعك انك تروح للكورة متستناش لأن ممكن زي الجون بتاع امبي مسلاً واحد روح طالع قبليك وعملها فلازم بيقى فيه الناس اللي موجودة تبقى مغطية الـ الاريا كلها بتاعت 6 ارد أو بتاعت 18 ما كانتش باينة حشيش ما كانتش باينة هل هي زون منطقة ولا أمان ما كانتش باينة صحيح فدي بردك اسلام مهمة جداً من الكابتن اللي موجودين خصوصاً خط الظهر رامي لان رامي اكتر واحد عنده خبرات واكتر واحد لعب كمة في على مدار مصطفى ممكن خبرته لسه من زي رامي سوي لعب ماتش الأخي ومكانت جايدة لعب مشات حساسة لكن وجود رامي انا شايف ان رامي اكتر من اي حد في التنظيم الحتة دي وكمان الراجل كمان بيجاء لما مودست بيبقى موجود الراجل بيعملها بشكل كبير بشكل كويس قوي بيحط المودست على القريبة بالذات يستطلن الحاجات دي لكن مش موجود مهم جداً طبعاً رامي يبقى ليه دور هي كمان اسلام زي ما بيقولك ان الكوتش من كتر قرائته للماتش والمباراة بيعرف الفرقة دي فيها نقاط قوة مين اللي بيجيد اللعبة بالراس مين اللي بيجيد مثلاً انه بيرح على القريبة مين اللي بيقدر يستنى على الثمانتاشر عشان يشوت كل الحاجات دي ما هدرست الماتشية حاجات زي كده عشان تقدر تحط البديل او تعمل ديفنس كويس لنفسك على الكلام ده كذلك برضو فيه مثلاً بعض اللعبة بتجيد انها تقدر تاخد ضرب الجزاء مثلاً في ناتزة مالك معروف مين اللي بيجيد ياخد ضربة الجزاء والتمثيل في حتة زواء والجزيري من النوع اللي هو بيروح هو حد في نفسه عشان يقدر يضحك على حكم في الكرة زي دي او ياخد كذا او ياخد كذا فدي الكلام ده هي النقط دي اللي الكوتشي بيقولها في الناحة الدفعية الكرة السابتة من يمين الكرة السابتة من الشمال وفيه ناس بتلعب بدماغها من ناحة الشمال ما بتلعبهاش من ناحة اليمين يعني فيه واحد مخصص لدي ومخصص لدي مش اي حد يقدر روحها القريبة ولعبها فبرضو بعض اللعيبة كل الكلام ده هي دراست الماتش يا دراست الماتش مين اللي مستني على الثمانتاشر ما فعش كرة تردى على الثمانتاشر لأن انت ممكن تكون يا كابتن مار طالع مع رأس الحربة وما تقدرش تبعد الكرة مثلا على جنب تنزل على 18 مين اللي موجود عشان برضو شط من 18 فهي عايزة دراسة وعايزة الناس تتكلم مع بعض أو سواء كلها هيتكلم مع اللعيبة أو اللعيبة أعزة تكلفات هي وظائفة عموما هنكمل كلامنا ولكن خلونا نطلع نشوف انفو جراف عن مشوار النادي الآلي في بطولة الدول ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تابتن مال برضو في ظل الغيابات وفي ظل كل هذه الامور ولكن والاجهاد اللي بيمر بنادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة مارسيل كولور مبارح إدى لللاعبين أجازة هل تعتقد الاجهزة دي هيستفيد منها اللعيبة في مباراة بكرة؟ هو بعد الاجهزة اللي احنا بنشوف اسلام كل تلات مباراة دي مهمة اول يوم ده. يعني اليوم ده بيعمل نوع من اه يعني بالزبط بيرجعك للحالة الطبيعية بس بس اليوم ده اه اه انا في الرأيي لازم ابقى موجود في البيت ومريح وقافل موبايلاتي وما بسمعش حاجة خالص. اه يعني عشان الضغوطات اللي ممكن بتشوفها بقى في الشارع بتشوفها وانت ماشي وانت رايحك. اه بالزبط كده. حتى عاشيش اه نقطة مهمة جدا جدا جماهير النادل اهلي كان الاول زمان لو تفتكر بيحضروا التدريبات وبيفضلوا يشجعوا للعيبة. فانا شايف ان مستر كولر كل ما بيلاقي فترة راحة يديها للعيبة. فبيختار الوقت المناسب اللي بيديه لهم. في ناس تقولك ازاي ما وردك ممكن يبي. اه بلعبتو. اه بالزبط. هو قوة قدرة. كل اللعيبة اللي خدت اجهزة كبان هم اللعيبة اللي لعبوا متشوف كتير. بس اسلام هي انا بتاعلي يعني هي مدارس. مدارس. يعني فيه بعض المديرين الفنين بينزلوا اللعيبة بتاعتهم يوم المطش لو المطش بالليل. بينزلوا الصبح. يعمل احمق كده خفيف. ويعمل شوية ستريتشات وكلام من ده. والمطش بالليل. اه. وفيه ناس بيتدربوا قبل المطش بيوم على الحاجات اللي هي يعني مفاش جاري. يعني فيها حاجات كورة السابتة. وقفة معينة بالنسبة اللعيب. كذا كذا عايز يديله حاجة معينة مهام معينة. مجرد بس انه موجود في الملعب. بيتحرك كده بسيط. وفيه ناس تانية تقولك لا. خلال المبارات دي كلها طبما نديله الراحة التامة اللي هيبقى عاد في البيت بقى مريح خالص. عشان برضو ييجي بقى مرتاح تماما يعني. يطلع لتسعين دقيقة. يعني هي مدارس. وعلى حسب برضو المدير الفني هو اللي عايش مع العيبة وشايف حالة الإجهاد وحالة الريكوفري بتاعهم عاملة ازاي. وفيه ناس مثلا ما بتلعبش ولسه هتلعب بقالها فترة مريحة. ممكن يجيبها مثلا يعني 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 ممكن يدي البعض راحة وممكن يدي البعض التاني الشغل. هي على حسب كل واحد تفكيره في المجمورة العيبة اللي معايا يعني. كابتن مار نقاط القوة اللي موجودة في نديل زمالك. هم هم برضك عندهم اسلام عندهم يعني آآ قطر فرود عندهم زيزو عندهم جزيري آآ ومصطفى. زيزو واحد من أفضل لعبين في مصر. آآ ومصطفى الشلبي برضك العيد كويس. ومهاري. بره بره بره. آآ عندهم عندهم نص ملعب آآ يعني برضك حصل يعني التدعيم في آآ عندهم مشاكل مشاكل كبير جدا في خط ده. آآ يعني مشاكل في التنظيم في الوقفة في الرقابة آآ في المان في المساحات في السرعات في 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 التوقيت آآ يعني انا شايف ان احنا آآ بنقدر نقدر نستغل الحاجات دي بكرة. وخصوصا ان احنا يعني الحم بالله برضك عندنا يعني مع الغيابات او مع الاصابات اللي ممكن كداش موجودة لكن عندنا برضك اللي موجودين مش عايزين انه البودلاء يعني الناس اللي هتكمل مشوار زميلهم. عندنا لعيبة برضك مؤسرة بشكل عندنا رضا من اللعيبة اللي عندها سرعات بيقدر يلعب عالجناحين. شوفنا كهرباء في 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 راس حربة آآ توقعاته وجوده في المكان المؤثر اللي بيقدر يجيب من خلاله آآ اهداف. آآ حجيش قال برضك ممكن ممكن كهرباء يقدر يعملك ضرب الجزاء لانه هو مهاري يقدر يخش المنطقة آآ زي ما عندهم الجزيري برضك من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا احنا كآآ رامي وآآ وآآ وعبد المنعم لو لو انا مخدتش منه لازم ايه اهد عليه. بلاش الانقضاد اللي هو فيه القرار الاولاني اللي هو ببقى فيه شيء من من الصعوبة. آآ آآ الحاجة التانية آآ آآ لازم كمان آآ كابت الاسلام نبدأ نشتغل بطول عمرنا بنلعب بالمجميع بقى اطراف الملعب والكورسات العرضية المؤسرة اللي بتمثل آآ مشكلة على آآ آآ دفاعات آآ نادي الزمالك. الاختراكات اللي من العمك. الحاجات اللي فيها ده بالباص الواحد ضد واحد. خلق مساحات. كمان حاجيش كان بيتكلم على نقطة لما نقطع ممكن القرى الطويلة لان حيبقى فيه مساحات نقدر نستغلها. رامي بيعملها كواسي قوي من ورا. آآ متقن فيها بصراحة. وآآ بيقدر يختار التوقيك اللي يقدر يعمل فيه كونتر اتاك. خصوصا عندنا سراعات قدام. فالسراعات بتمثل عبق ومشكلة على آآ آآ خط ظهر آآ نادي الزمالك. آآ نتمنى نتمنى بس ان ان شاء الله يبقى لعبتنا في حالتهم الطبيعية بقى اسلام. يعني زي ما قلنا حتة الباص من بداية المباراة والاستحواز ياخد ثقة. ياخد ثقة. وبعدين الصغرات لما بتبدأ تظهر احط فيها قورة آآ آآ اقدر استغل الأخطاء الدفعية اللي ممكن تظهر لي. آآ شوفنا في الموارات اللي فاتت ضياء اهداف كتيرة جدا. شرط الاول ست ست اهداف في موارات زد. شرط التاني فيه خمس اهداف. فيه اهداف كتير. نتمنى بقى الفرصة اللي تيجي نقدر نستغل لها بشكل ايجابي. آآ كيف يلعب النادي الآلي او كيف يلعب النادي الآلي على آآ 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 نقاط ضعف اللي موجودة في نادي الزمالك. هي نقاط الضعف اللي موجودة في نادي الزمالك تمثل في آآ خط الظهر بتاعهم. في بطء في خط الظهر. فاستغلال الكوار اللي هي بتقطع في نص الملعب. آآ تتلعب في المساحة الفاضية. السرعات اعتقدنا احنا عندنا سرعات آآ اكبر من آآ سرعات او آآ الرتم بتاع مدافعين آآ آآ ناتزة مالك. اللي انا حتى اللي انا عايز اقولها اللي اقولها في ناتزة مالك برضو. النقاط القوة في ناتزة مالك. آآ. هم عندهم نص ملعب كويس. آآ كمان عندهم بيجيدوا حتة اولا التحرك بدون كرة. بالذات في التلت الهجوم الاخير. وعندهم الناس اللي بتقدر تعمل السروباس او الاسست على الجون. في ناس بتحرك يعني بدون كرة كتير قوي. دي بتستوجب بقى في المقابل من آآ لعبة النادي الاهلي. ان طبعا الناس تبقى مركزة في موضوع المنتومان وفي موضوع آآ التغطية. كذلك برضو هعيد عليها اكتر من مرة. آآ الجزيرة من اللعيبة اللي هي بتلعب على دايما آآ جسم المدافع. يعني الكرة وهي جايله بيقى بصص على المدافع. جايله من ناحية المين او الشمال عشان يقدر يحط رجله آآ مع المدافع ياخد ضرب الجزاء وبيجيد الحتة دي. سواء في آآ الكور العالية او في الكور اللي على الارض. آآ لازم نستغل الحتة دي مع ناتزة مالك ان انت لازم وانت بقى بالدافع. يبقى عندك حرص شوية في موضوع التاكلينج. والاندفاع في موضوع الرقابة كابتال ماهر لازم تستنى شوية تبقى هادي شوية على كورة بالنسبة للمدافعين. بالنسبة لنص ملعب نقل الكورة اسرع وبالذات في الكورة اللي بتقطع في نص الملعب بتاع ناتزة مالك. كورة اللي بتقطع في نص ملعب الزمالك لازم يجري بدون كورة عشان الراجل اللي قطع الكورة ده يبقى عنده اكتر من بديل يقدر يوصله الجون. هيبقى في مساحات كبيرة في خط ظهر ناتزة مالك. سواءا وراء المدافع ده او المدافع ده. الطرفين بتوحهم او في القلب في الاختراقات اللي في النص. عندهم برضو بطء في حتة التغطية من قلب الملعب. من الثمنتاشر. سواء حسام عبد المجيد او اللعيب التونسي لو هي لعب المسلوسي. فالكورة دي هي عبارة عن مباراة بين اتنين مداربين قاعدين برا. واللعيبة. ازاي انا استغل اخطائك. ازاي انا استغل نقاط الضعف اللي عندك. وازاي ان انا استغل نقط القوة اللي عندي. يعني ما ينفعش ان انا عندي سرعات وما استغلهاش. صحيح. يعني استلم دايما وكورة في رجلي. او انا واقف. بالنسبة للاطراف اللي عندنا اللي عندها سرعات. ليه مالعبش واستفيد من السرعة بتاعتي. كذلك لازم بيبقى فيه برضو ربط ما بين الراجل صنق اللي العلعاب او اللي هيكمل مع الفراو ده. في حتة اللي هي كورة. لان هي كورة اهم حاجة فيها التايمينج. التايمينج ده بيفرق معاك سواء ان تتوصل لواحد اللي تجون. او ان انت تدافع عن جونك. فكل ده برضو محتاج زي احنا ما نقول تركيز. وبزل الجهد. ودائما فيه صح صحة ودائما فيه كلام. والاسرار على المكسب. والاسرار على عدم فقط الكورة. والاسرار على انك تستخرس الكورة. عموما نتمنى رب كل التوفيق لنادي الاهلي في مباراته بكرة. وتكون مباراة تليق باسم ناديين الكابيرين. سواء نادي الأهلي او نادي زمالك. انا بشكرك شكرا جزيلا من توفير النادي الاهلي بكر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا من شكرا. خلينينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل. نستقبل ايمان جيل بيرت وصابري سراك في ضيافة البيت كدير.